يا طاري هفشل، هل هيتحكوا علي؟ هل أعتذر عن الخطاب ده؟ ممكن أنسى الكلام؟ أو يلاحظوا أن أنا متوتر؟ Stop! كل الأفكار دي مألوفة بالنسبة لنا كلنا وده لأن تجربة الكلام أمام الجمهور تجربة صعبة لناس كتير وفيها تحديات كتيرة وبرغم كل ده، إن نتطوير مهارة الخطابة لتأثير قوي على وصولك لأهدافك أنا ياسمين الباز وأنا Public Speaking وExecutive Speech Coach في أول أسبوع من مصاق مهارات الخطابة هنتكلم عن أهمية مهارات الخطابة وتأثير تطورها منشأ وأصل الخطابة ومراحل تطورها الخوف من الخطابة وأسبابه وإزاي نقدر نتحكم في الخوف من الكلام أمام الجمهور وإزاي نقدر نقدم نفسنا بطريقة صحيحة واحترافية مهارات الخطابة أصبحت من المهارات الأساسية واللي بتقدر تميز صاحبها وبتدعمه كتير جداً عشان يوصل رسالته للناس ويوصل للتأثير اللي بيأمل لي تابعوا الأسبوع الأول من مصاق مهارات الخطابة واستعدوا لإطلاق قدراتكم ومواهبكم